دشار الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهد الحامد ومشرف عملية التيسير في المحافظة أوسان أحمد عبدالله الملقي تنفيذ المرحلة الخامسة عشر لمشروع صرف الحوالات النقدية الغير مشروطة في مدينة زنجبر الممولة من البنك الدولي وتنفيذ منظمة اليونسيف بشراكة مع صندوق الاجتماعي للتيسير وأشاد الحامد بالجهود التي تبذل لتنظيم وتسير عملية الصرف للمستفيدين مشددا على تجاوز كل الصعوبات والمعوقات ليتسنى لكل مستفيد من الحلص على حوالته النقدية إلى ذلك أوضح مشرف التسير بالمحافظة أوسان الملقي أن عدد الحالات في المحافظة بلغت 50 ألف و 205 حالات سيحصل المستفيدون على زيادة 38% مع فارق صرف العملة